قلنا صدقنا الإمام الحسن عسكري وقلنا صحيح كلامك إذا ما عندك أولاد يعني نظريتنا نهارت وما لازم تنهار هاي النظرية لازم تبكى حية وإحنا نبكى نحافر عليها فإذن لازم نختلق فد ولد للإمام الحسن عسكري طيب هذا الولد اللي ختلقناه وينه؟ مغير يظهر يجي قود الناس إذا هو مع أي من الله قالوا ها هو خايف أبو ظمه بالسر طيب شلون بالسر ويصير حجة عليها يصير حجة على الناس غير يظهر أمام الناس حتى يصير حجة عليهم قالوا له هو مغائب الآن غائب وبعدين رح يظهر في المستقبل كم سنة بعد يعني في العشرة عشرين سنة بعد مرت عشرات السنين قالوا في الأربعين سنة بعد مرت أربعين قالوا سبعين سنة راحة سبعين سنة وما ظهر أي واحد بعدين قالوا شنو؟ لما يصير أي واحد يقوم بحركة ثورية أو يشكل حكومة سياسية إلا أن ينتظر هذا الإمام اللي الله معين عنه وألف سنة إحنا قاعدين ننتظر ونحرم إقامة الدولة والمشاركة السياسية والثورات لأنه ما يجوز إحنا نقوم بثورة إلا الإمام المعصومي جيقودنا كل راية قبل راية المهدي فهي راية الظلالة وصاحبها طاغوت ونحبد من دون الله شوفوا هذه الرواية موجودة فيه مقدمة الصحيفة السجادية الصحيفة السجادية طلعها الخليفة العباسي الناصر الذي دين الله ما كان أحد يعرف بالصحيفة السجادية قبل ذلك التاريخ ولذاك ما شوفوا شيء من عندها موجود بالكافي مثلا فهذا الناصر الذي دين الله العباسي وضع هذا الحديث أيضا أن كل راية قبل راية المهدي فهي راية الظلالة وصاحبها طاغوت حتى ياشيع ناموا ناموا بالسرداب وهو راح حفر سرداب الغيبة هذا الناصر الذي دين الله العباسي بالقرن السادس كان موجود هذا قال روح ناموا بالسرداب وانتظر الإمام يطلع مناك والف سنة احنا نامين وقعد ننتظر صاحب الزمان يطلع حتى يجي الفرج ويا نستغيث بي وما يطلع والآن صارت ثورة قدنا في حوالي من خمسين سنة بدأ الفكر الشيعي يتغير قالوا هذا الفكر مو صحيح شنو ننتظر إلى متى ننتظر خلي احنا نسوي ثورة نسوي ثورة تمهيدا للإمام المهدي واجهوا الألماء قالوا طيب احنا مخلي نسوي ولاية الفقه أن الفقهاء نواب ذلك الإمام اللي ما ظهر وقالوا ليش نواب إلا إذا هو أو كإمكانية يظهر خووي ليش تتنقون عنه وسوون دولة مثل ما قال صاحب الجواهر صاحب الجواهر محمد حسن الجواهري صاحب الجواهر اللي بالقرن التاسع عشر كان أواسط القرن التاسع عشر وهذا مألف موسوعة فقهية كبيرة أكبر موسوعة جواهر والكلام يقول في كتاب القضاء يقول يعني إحنا ما يمكن نسوي دولة الآن ليش؟ لأنه إذا كان ممكن كان الإمام طلع هو سوي الدولة وعندما نعرف أنه ما ما طلع يعني أنه ما يكون إمكانية نسوي دولة وثورة فأي حسن شيء خلال نقعد وننام من خمسين سنة قالوا لا ولاية الفقه الفقه هو نائب الإمام طيب نهضنا شيء عن نهض كان نائمين ألف سنة نهضوا نهضوا قالوا إجوا الفقهاء قالوا طيب تعالوا إحنا نواب الإمام المهدي وأدنا صلاحيات الإمام والإمام عنده صلاحيات النبي فإحنا أدنا صلاحيات النبي وإحنا معينين من قبل الله مجعولين ومنصوبين ومعينين من الله تعالى الفقهاء فأدهم صلاحية مطلقة ويقدرون يسوون انقلاب عسكري يقدرون يلغون الدستور يقدرون يحكمون كيفه مثل ما يردون ما حد ما يقدر يناقشهم ولا أحد يرد عليهم ورادوا عليهم كرادوا علينا ورادوا علينا كراد على الله حرام عليك تحشي كل مقدام المجتهد أو المرجع وهذه والدة النحالة من الدكتاتورية الدكتاتورية الدينية أنه يجي العالم صحيح أكو علماء قاموا بأدوار تاريخية السيد محمد حسن الشيرازي حرم التنباك وبالتالي قضع الشركة البريطانية الاستعمارية في أواخر القرن التاسع عشر والشيخ محمد تقي الشيرازي أفته بثورة العشرين والعلماء راحوا وقاتلوا الاحتلال البريطاني والمانو خميني يسوي ثورة على الشاه والسيد السيستاني أيضا وصع بالدستور وقال لازم نسوين دستور وحكومة ديمقراطية وانتخابات وعلى كل زين بس مو يعني أنه أنت تصير فوق الشعب وفوق الدستور وفوق حتى الأحكام الإسلامية وأنت تعتقد عندك سلطة أنه أنت يعني صرت مقدس وصرت مطلق أو معصوم وإذا واحد انتقدك كأنه كفر أنت مو معصوم يمكن تخطأ يمكن تشتبيه يمكن فتاوى خطأ تقول يمكن صدر قرارات مو صحيحة ادعموا هاي القائمة اللي تدعمون هاي القائمة مثلا هذا مو صحيح فمو بالضرورة كل أعمالك كل خطواتك كل أقوالك كل أشيائك أنت وحي منزم من الله وبالتالي الناس لازم شلوما تقول وما تمشي يمشي وراك لازم الناس عندهم عقيل تفكرون به هذا الصحيح هذا مو صحيح مو اتباع أعمى وتقليد أعمى وما يسأل أنت تصير دكتاتور مطلق تقول الحمد لله من العالمين السيدة السيدان ما يؤمن بهذا الشيء هذا ما يؤمن بولاية الفقه ولا يقول أنا أريد أصير دكتاتور عليكم بس أكو ناس يحاولون يسويه حتى هو أنا متحدشي إذا انتقدت أو سألت السؤال ما يسأل لماذا أنت أفهم من عنده طب مناقشة ناقشة في مسألة معينة في فتوى معينة هاي فتوى بالله غير لياها مو معقولة مو صحيحة مخالفة للإسلام مخالفة القرآن مخالفة العقل مخالفة للذوق مثلا في فتاة وهي الشكل موجودة إذا قلنا له أي مرجع كان يا سماحة المرجع المعظم آية الله الأظمى في العالمين أنت عندك أخطاء إنه حق نقوله ولا ما إلا حق نقوله ولا كل قرار هو يتخذه يشوف صاحب الزمان ويقول له سوي يعني هذا من الغيب جاية ما يصير هالشكل حتى سيد الشيرازي الله يرحم سيد محمد الشيرازي ينقل يعني قصص ناس يسوي يألفوها وأكوا ناس يصدقوها ينقل في أحد كتبة وذكرت أنا البارحة عندما تحدثت عن الشيرازي يقول سيد محمد حسن الشيرازي عندما أفتى بتحريم التنباك ضد الشاه ناصر الدين الشاه الملك الإيراني قال هذا نزل بسرداب والتقى الإمام المهدي هناك بسرداب بسرداب الغيبة في سامراء وكان وأخذ الإذن من عنده حتى أصدر هاي الفتوى أكوا ناس يشكي يبثون إشاعات وأكوا ناس علماء ومراجع مصدقوها مثل سيد محمد الشيرازي مصدق عن سيد محمد حسن الشيرازي التقى بالإمام بسرداب يعني كأن الإمام المهدي بعده قاعد بسرداب ويبثون إشاعات على كل المراجع عن هذا المرجع البحر العلوم أو فلان أو فلان الإمام الخميني الإمام الخامنة إيه الإمام دائما يطلقون إشاعات أكوا ناس يشغلهم هذا علام دعاية يسمون أنه هذا المرجع هذا العالم إيه التقى بالإمام مو بس العلماء حتى يعني معممين صغار ابن العالم مثلا أو هذا إيه هذا يلتقي بالإمام المهدي وتكلم معه يعني يبثون إشاعات حتى يعطوه هالة مقدسة وبعد الناس يروحون ويراه مثل قطعان يمشون لا يسألوا له هناك شو لا يبحثون لا يفكرون يسلمون عقولهم وقيادهم بالمرألة وهذا يمشي يقولك أنه صرت وكيل الإمام المهدي أو نائب إمام المهدي بعضهم يدعون بصراحة أنهم سفراء أكو ناس مشايخ يقولك أنا سفير الإمام المهدي أو سفير بن الروح سفير السفير وأقول لا ما يدعون بس اللي حواليهم يسألوا المدعاية يسألوا المدعاية بحيث أنه هذا المعمم سواء كان عند علم ولا ما عند علم يصير هذا مقدس ويصير هذا عنده هالة مقدسة وهذا يلتكى بالإمام فشي صير الحالة في المجتمع حالة ديكتاتورية سواء حكم أو لم يحكم الصحالة ديكتاتورية في المجتمع أنه هذا الحزب إلى أتباع يقلدوه وطيعوه طاعم يعلي أنه يعتقدون هذا ممثل الإمام المهدي منين جاء الفكرة من وجود الإمام المهدي الاعتقاد بوجود هذا الإنسان اللي ماكو أي دليل على وجوده فيقولون منين جاءبوه من نظرية الإمامة فأول شي سووا نظرية الإمامة وبعدين قالوا خميزة تنقطع وتروح لازم تستمر اليوم القيامة هاي النظرية إذن فلازم في كل زمان أكو واحد إمام معصوم من الله وهو الإمام المهدي الحاي كما مكتب السستاني البارحة نشره هذا البيان مالهم أنه من القرآن القرآن يؤكد على وجود الإمام المهدي وولادته استنبط من عندها كانوا يجيبون آيات وعصرون الآيات القرآنية ويأولوها تأويل تعصف حتى يثبتون وجود في الإنسان موهوم لا حقيقة له وليس له وجود حتى يفعلون حالة ديكتاتورية حالة ديكتاتورية في المجتمع بسم رجال الدين والدكتاتورية الدينية أسوأ بكثير من الدكتاتورية العادية فيها عندنا ملوك طغات دكتاتوريين مستبدين رؤساء والناس عرضوهم الناس يناقشوهم الناس يقولوا أنت مخطئ أنت كذا ويثورن عليهم بس دمما نصير الدكتاتورية دينية بعض ناس يقومون يرشفون يخافون يحكون يخافون يتكلمون مولي مرجع حتى الشيخ صغيرون يقول لك أنا يظل الله في الأرض ويطر نفسه يسيب ويشتم ويتهم ويفتري ويتذب ويسوي كل شيء من أجل أن يسيطر ويقضي على خصومة فصعدنا حالة ديكتاتورية مضادة للديمقراطية اللي يريد نأسسها إحنا سوين نظام ديمقراطي هيكل وانتخابات بس ثقافة ديمقراطية بعد ما عدنا وثقافتنا هذه الدينية ديمسمية دينية بين قوسينا سمية يمو الدين هاي ولا إلى علاقة بالدين بس باسم الدين التم هاي الثقافة الدينية تولد حالة ديكتاتورية مضادة للثقافة الديمقراطية المطلوبة أن الناس يرجعون إلى نفسهم إلى رأيهم يفكرون ويقررون ويحاسبون ويسألون ويناقشون ويعملون ويتحركون ما يظلون مكبلين بهذا أو ذاك فالثمرة الثمرة الأولى من هذه النظرية نظرية الإمامة الإلهية اللي سووها بعض المتكلمين خفية وسرا عن أهل البيت وباسم التقية وألصقوها بأهل البيت وجابوا عليها أحاديث شو مثل هذا أحاديث اللي رونا لكم يا عن تكلم الحجر الأسود معقولة الإمام الباقر عليه السلام يجي يرويش حديث تصدقون بالله أنتو يروي أكاذيب مضحكة وكصص أسطورية حاشا الإمام الباقر أن يقول هالكلام إنما ذؤلها ألفوا على لسانه والنظرية تهاوت وتلاشت وراحت ورميت ينسنا يجوا جماعة قالوا ها والله خلنا نسوي هالنظرية من جديد وسووا نظرية الثاني عشر افترضوا وجوده بناء على هاي النظرية افترضوا وجود هذا الإنسان افتراض افتراض وهمي فقط وقالوا وصاروا اثنعيش وذول جابوا حديث من السنة هم لزقوا عليه وباعوا النياء واستمروا ألف سنة يقولوا روحوا ناموا العباسيين استفادوا من هاي الفكرة لما ناصر الدين الله العباسي يطلع هاي الرواية كله راية قبل راية المهدي فهي راية ظلالة وصاحبها طاغوت ويرويها عن زين عابدين أيضا يعني شم يعني موتنا يعني هالفصيل المعارضة اللي كان يمكن يشكل معارضة اللي كان يمكن يشكل معارضة اللي كان موتها قتلة بهاي الرواية بهذا الحديث وبعدين لما الآن قمنا احنا ونهضنا من خمسين سنة تقريبا فالجماعة يجوا يردون وركمونا على الأمة من جديد أنه احنا نواب الإمام احنا وكلاء الإمام احنا قدنا الولاي المطلقة عليكم زي ما انتم البارحة إلى قبل خمسين سنة كنت تقولون السياسة حرام وما يجوز واحد يدخل بالسياسة وما يجوز الشورى حرام والديمقراطية حرام هسا لما قلنا خلي نسوي نظام مدني وعادي وطبيعي نظام ديمقراطي تجون تقولون لا والله احنا لازم نسير فوق هذا النظام هذا ولا نعترف بالدستور ولا نعترف بالشعب ولا نعترف بالقوانين احنا فوق القوانين هذه المشكلة الكبرى اللي نواجهها هذا ما يدفعنا إلى مراجعة هذا الفكر من جديد هذا فعلا فكر بالقرآن طبعا هما جابوا لهم احاديث وآيات قرآنية كلها تأويلات احاديث كذب خب سهولة يسوها ما اسهل كذب على الله وعلى رسوله الآيات القرآنية شي سووا لها يأولوها الله يقول انه جعلك الملائكة يقولهم واذا قال ربك الملائكة انه جعلهم في الأرض خليفة يعني إنسان آدم هم يبنع خليفة يعني حاكم يعني لعمة الله يعزم يحط آئمة دائما شربت الآية بهذا الموضوع بالإمامة بس هم حتى يسوها إمامة دينية إمامة إلهية مو إمامة مدنية احنا اللي عندنا الآن في العلاق مثلا إمامة دين مدنية الحاكم مدني الشعب ينتخبه وحتى المرجع اللي ينتخبه الناس هو مدني هو مو إلهي الله ما معينه الناس من تخبي عالموا الناس من تخبي بس يضفع على نفسه هالة دينية أنه هذا مقدس فتواب مقدس تتعبر عن إرادة الله تعالى وذمتك مبرية ومقيام بس أنت تسمع إلى وطيعة مو نقول لك ذبنتك مبرية لا مو ذبنتك مو مبرية الله يقول لك إذا أنا جبت لك قرآن أقرأ القرآن مو تتبع هذا وذاك حتى لو أفتأ خلاف القرآن فالشيء الثاني هو خطر الدكتاتورية الدينية من وراء هذه النظريات الخيالية المثالية الأسطورية التي لم ينزل بها الله من سلطان ولا تحدث عن النبي ولا كان يعرف أهل البيت عليه وسلام